جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ هذا السائل أرسل بسؤال يقول ما أفضل كتب الأحاديث المفيدة الذي يقرأ بها المسلم أو إمام المسجد على جماعته أفضل كتاب وأشمل كتاب مع اختصاره هو رياض الصالحين للإمام النووي هو الذي يقرأ به أئمة المساجد وكذلك الترغيب والترهيب للحافظ المنذري أيضا هذا كتاب جيد طيب وكان الأئمة يقرأون فيه أيضا نعم